أخيراً السعودية تسمح بسفر العمالة بشكل مباشر تعرف على المهن المسموح لها معكم أنا نور الصباح أهلاً بكم مع إعلان المملكة العربية السعودية فتح الطيران المباشر لعدد من الفئات الجديدة بدأ عدد كبير من المصريين البحث عن المهن المطلوبة وشروط السفر وجاءت الفئات المسموح لها بالسفر مباشرة كالآتي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات والمعاهد المعلمون والمعلمات في التعليم العام الهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ومعاهد التدريب طلاب المنح الدراسية الأطباء أعضاء هيئة التمريض فني التحليل فني الأشعة تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً عاجلاً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في الرياض في السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل عن طريق غرفة العمليات الموجودة في مكاتب التمثيل العملي في الخارج للرد على أي استفسارات وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل والتي من الممكن أن تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العملي بالرياض يكشف عن قيام وزارة الداخلية السعودية بالسماح لبعض الفئات بالقدوم بشكل مباشر للمملكة من البلاد أو الدول التي يتطلب القدوم منها قضاء 14 يوماً خارجها قبل الدخول للسعودية ويتم تطبيق الحجر المؤسسي عليهم ويتلقوا اللقاح خلال مدة الحجر وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي في الرياض أن هذا القرار يرفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً للبحرين والأشخاص الذين يريدون السفر إلى السعودية ويبحثون عن أسماء الدول التي يمكنهم النزول إليها الترانزيت ومن ثم السفر منها إلى السعودية فكشف عاد الحنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أسماء الدول الترانزيت المسموح بالعبور منها إلى المملكة وهذا بعد إعلان عودة الطيران مع مصر وقال حنفي في تصريحات سابقة أن الدول التي سمحت لها السعودية بالعبور لأراضيها تشمل دولاً عربية مثل الأردن والبحرين والسودان وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة مع بعض الدول الإفريقية مثل كينيا وتنزانيا وفي دول أوروبا مثل دولة جورجيا ومن ناحيتها طلبت وزارة الهجرة من المسافرين طالبي تلقي اللقاح المعتمد بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة الموجودة عن طريق الرابط الموجود في التعليقات أسفل هذا الفيديو ويوضح فيها مكان تلقيهم التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة وأتحت وزارة الصحة طريقة أخرى لتسجيل بيانات المصريين الراغبين في الحصول على اللقاح المعتمد عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح عن الطريق أو عن الطريق الموجودة في التعليقات أيضا أسفل هذا الفيديو اشتركوا في القناة